ومناسبة بطولة العالم خليني أقول لحضراتكم أنه دكتور أشرف صبحي وزير الرياضة مع دكتور هالة زايد وزيرة الصحة ودكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد طبعا كانوا عقدوا اجتماع يعني من خلال فيديو كونفرنس مع كل رؤساء الوفود المشاركة في بطولة العالم لكورة اليد الهدف من الاجتماع ده كان أنه الناس تطمن على الإجراءات الصحية اللي بيتم اتباعها وكل الإجراءات اللازمة عشان ده كان هاجز الحقيقة عند كل الفرق وحضراتكم عارفين أنه كوفيد 19 عمل حالة رعب في العالم كله عشان كان كان مهم جدا الناس اللي بيتطمنها وهي جاية تشارك في البطولة وكان مهم جدا كمان الاجتماع ده يطمن الناس أكتر الاجتماع ده تمت مناقشة كل الإجراءات والضوابط الصحية اللي بيتم اتخاذها لكل أو لجميع المشاركين في بطولة العالم لكورة اليد اللي بتصدفها مصر في الوقت الحالي يمكن الحقيقة دكتور علاء عيد رئيس اللجنة الطبية اتكلم في الاجتماع ده على الإجراءات المتخذة في كل الفنادق والمطارات والملاعب اللي بتصدف البطولة وكان الاهم من ده الحقيقة هو التأكيد على سلامة جميع اللعبين دكتور عشرف صبحي قال كمان انه بيتابع كل المواقع اللي بيتواجد بيها أو فيها المشاركين في بطولة العالم وأكد كمان انه بيطمئن ساعة بساعة على كل أو على تطبيق كل الإجراءات بشكل صارم جدا عشان يحافظ على سلامة ضيوف مصر ونتمنى ان شاء الله بإذن الله انه البطولة تكون في النهاية بطولة نجحة وان شاء الله بإذن الله كل الفرق اللي جات واستضفناها على أرض مصر هنا تسافر بسلامة الله وهم في أحسن صحة